معنا الأستاذة موماريام من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام عليكم هكذا تفضلي موماريام ازيك يا دكتور عمر أهلا وسهلا بحضرتك كيف أندي لو سمحت يا دكتور عمره عندي سؤال وطلب السؤال هو عن الحلقة اللي حضرتك تتلامت عليهم العشرة نقاط لو مش موجودين أصلا في حياة الزوج والله الحاجات الحاجات دي بتخوفني بس أنا مش نوع خاف أنا بس أقول لك حاجة أستاذة موماريام على فكة دكتور عمره ده الواقع على فكة بتاع أغلبية أغلبية الستات يعني والله أعلى الستات والرجالة بس أقول لك حاجة أقول لك حاجة أنا ليه أنا ليه بعمل كده أنا مصر إن إحنا نواجه مشاكلنا إحنا مش هنحط رأسنا في الرمل إحنا مش هنحط هندفل نفسنا إحنا مشاكلنا لازم نواجهها وإحنا هنعرض على الناس ونمدي إيدينا من باب وتعاون وعلى البر والتقوى الناس أرادت ده أهلا وسهلا ما أرادتش ده هنفضل نزن على دماغها لغاية مما كل واحد فينا يعرف مسئوليته يرجع على ربنا فأنتي بتقولي العشر نقاط ما لهم بقى مش موجودين راح فين أم ماري أم ماري مقافلت ولا إيه فاسد لا أم ماري ملسه معانا عاية دكتور عمر هي كانت بس بتكلم ماري اتفضل يا أم ماري كنت بقولك يا دكتور عمر العشر نقاط مش موجودين خلص ما أنا كنت عايزة طلب حلقة مخصصة أو حاجة للزوج يتقل فينا يعني يعرف عقوبة يعني حضرتكوا دايما تتكلموا عقوبة الست اللي هي مش تطيع جزها وربنا يبقى غضبان عليها أم أنا لسه أي أم ماري أم ماري أم ماري بتاع الأستاذة سارة أنا كنت بكلم مين مش كنت بكلم الزوج ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف نفسي قراءات مخصصة كده ليهم نفسي كده يعودوا يعني في الأول حضرتك بتقولوا كده بتبقى مخصص مثلا النهاردة عشر نقاط أي حاجة لا عقوبة الزوج اللي عند ربنا في اللي بيعملوا فينا ده بيفنانوا يا شيخنا بيفنانوا بذلنا في أهنتنا مش هارفة حاسين إحنا جواري عندهم والله والله لو إحنا فعلا جارية وبيديها مرتب ما هيعملها كده طيب أقولك حاجة أقولك حاجة أقولك حاجة أنا دلوقتي أكلم أنت كده خلصت السؤال والطلب الاثنين مع بعض طيب خليكي معايا خليكي معايا يعني يعرفوا إيه اللي بيعملوا فينا إحنا أولاد ناس برضو يعني نفسي يعرفوا اللي بيعملوا فينا ربنا هيوريهم إيه في الآخر نفسي يعرفوا سبحان الله بص يا مماري يبقى أنا كده عرفت إن إحنا ماشيين على الخط الصحيح اللي إنت بتعمليه ده لو في أي بنامج تدريبي وإحنا بنضرب الناس كان طبيعي إن الناس تقول لنا المشكلات دي طب تعالي بقى نحل المشكلة بتاعت حضرتك أول حاجة إنت عندك وجع حقيقي وياجب وياجب أنا بقول للزوج اللي سمعني زوج حضرتك وكل الأزواج لما زوجتك تيجي تقول لك اللي بتقوله دلوقتي ده إن أنا حاسة إن إحنا كالجواري إحنا حاسة زي زي ما عرفش إيه ما تجيش تقول لها طب يلا بقى نبتدي نعمل إيه؟ طب تعالوا نحط النقاط دي على ألا والله العشرة النقاط دي أنا في الحقيقة يعني العشرة النقاط دي هتبقى حاجة مهمة جدا إن إحنا نعمل بها خطة التغيير لا والله أنا ما بحسسهاش إن هي نعمة من ربنا أنا بحسسها إن هي لا ضغط علي وبحسسها إن هي عبء لا ما ينفعش إنت كزوج إنت عايزة تطلع أحسن ما فيها وإحنا بنقول كده شوية قواعد كده في الرشاد الزواجي بنقول إن الزوجة المرأة بتطلع خمسة وعشرين في المية من أنوستها وخمسة وعشرين في المية من المرأة اللي فيها وتتدخل خمسة وعشرين في المية لا تخرجها إلا إذا أحسد بالأمان والاهتمام فإذا أحسد بده بتخرج ده فإذا كنت إنت عايز إنسان يكون مسعد ليك فأسعده فالسعادة يا سيدي السعادة عملية تفاعلية عايز تبقى سعيد اسعد فتسعد يبقى أنت لازم تعمل كده ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشرهن بالتفاعل فأنا بقول للزوج إحنا كتير من الأحيين بنظلم نفسنا قبل ما نظلم أعالنا ولذلك وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ما تظلمش نفسك ما تظلمش نفسك لما تمنع أشياء بسيطة ممكن تعملها وتحصو على قلب شركة حياتك زوجتك النقاط العشر اللي إحنا قلناها دي لو إنك إنت قررت إن إنت تعمل الكلام ده في مدة ثلاث طوشور الحياة بتاعتك هتبقى في أسعد ما يكون وبلاش بالله عليك وبلاش بالله عليكم حد يقول لي والله عملنا كده ومنفعش إحنا مش راحين نشرب البتاع فنقول لي سخن ولا بارد إحنا راحين عشان نعمله ونستمر عليه ولذلك يا كياد ومضيم الطرق أن يفتح له إنت لو عملت وستمرت عليه ولذلك خير العمل أدومه وإنقل داوم عليه لكن أنا عملته مرة فشرك الحياة فقد السقة بيقولك دا بيقيم علي الحجة دا بيعمله كده عشان يضحك علي لكن لو لأك إنت مستمر عليه هيقول لا والله والله إنت تغيرت وأنا كمان هتغير فلو سمحتم إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعود إن الراجل يضيع أهله فالحياة اللي إحنا بنقولها بنمدلك إيد بنساعدك إن إنت ما تظلمش بنساعدك إن إنت تكون رجل صادق مع الله سبحانه تعالى إن إنت عندك وصية لحضرة النبي وأنت استوسط بيها خيراً وهتعمل دا استوصب النساء خيراً فالله نساعدك ولو حد عايز يطبق دا ومش عارف يطبقه يتصل بنا ونقول له يطبقه إزاي ترجمة نانسي قنقر